هنروح لرفع الأسقال اللي راحوا بطولة العالم زي ما قلت لحضراتكم في الإنترو بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد ما سدت باقي الغرامة واللي كانت مقدرة ب160 ألف دولار وكان فيه 40 ألف دولار قبل يوم دفعهم من الاتحاد فالمجمل الغرامة كان 200 ألف دولار ومكّن الربعين المصريين وربعات المصريات ان هما يشاركوا بطولة العالم حققنا زهبيتين وفضية لنعمة سعيد نعمة اللي حضراتكم شايفينها دي حققت 3 مديليات اللي احنا قلناها في الإنترو هنحط الدق أكتر على نتائج البيع سبق نعمة سعيد لعبة منتخبنا الواطن رافع الأسقال حققت 3 مديليات في بطولة العالم واللي بتتلعب دلوقتي فيه أسباكستان في الفترة من 7 حد 17 ديسمبر اللي احنا فيه نعمة حققت 3 مديليات دول في منافسات وزن تحت 64 كيلو جراب الوزن ده الحقيقة مش من الأوزان بتاعتنا احنا عندنا الأوزان الأكبر شوي فنعمل حقيقة داخلة في أوزان أو داخلت في وزن مصر لسه بتقتحمه ولزا ما تقولوا يعني ايه يعني عندهم شوق انهم اللعبوا بطولة العالم دهب في الخطف طبعا دي أول مديليا بعد ما رفعت 106 كيلو جرام وفضة في النطر بعد ما شالت 127 كيلو جرام ودهب في المجموع برصيد 223 كيلو جرام بفرق كيلو واحدا أقرب منفسيها لعبة تايوان وتيوان الحقيقة من الدول المتقدمة جدا في رفع الأثقال وللأسف محمد إهاب نجمه منتخب مصر تعرض للإصابة وانسحب بعد ما تصاب طبعا في كتفه منقول له ألف ملون سلامة في وزن تحت 81 كيلو جرام منتخبنا مشارك في البطولة دي بسبع العيبة وهما محمد إهاب وزن 81 كيلو جرام عبدالله جلال وزن 96 كيلو جرام وده الأوزان الكبيرة الحقيقة اللي دايما المصر بيكلها يعني تواجد فيها أحمد عشور وزن 96 كيلو جرام الأوزان برضو كبيرة كريم كحلى وزن 89 كيلو جرام أحمد جابر وزن فوق 109 كيلو جرام نعمة سعيد وزن 64 كيلو جرام زي ما قلت لحضراتكم الأوزان الخفيفة حليمة عبدالعظيم وزن فوق 87 كيلو جرام دي كانت أخبارنا النهاردة الحقيقة وده آخر خبر كان طبعا يعني زي ما يقوله ختمه ومسك للرياضة المصرية وهو ده الأهم هو ده اللي احنا بنسع عليه دائما هو اسم مصر أن يكون متواجد في كل المحافل الدولية وبنجيب لكم هنا في برنامج الأبطال أهم الأحداث اللي حصلت لأن دول من حقهم تخيالوا مديليا دهب في بطولة العالم أو مديليات دهب في بطولة العالم الحقيقة بيبقى إنجاز كبير جدا يعني